توفي اليوم الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد وطبعا الكاتب الكبير رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق والملقب شيخ الصحفيين شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد الحقيقة تخرج في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة وبدأ حياته المهنية بالعمل بقسم الأخبار بالإذاعة ثم عين ملحقا صحفيا بالبرازيل وعمل بصحيفة المصري ثم وكالة رويترز ووكالة الأنباء العربية وعمل مستشارا صحفيا لرئيس الراحل أنور السادات وهو من مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط وده كان عام 1955 وكان مستشارا صحفيا في شيكاغو عام 1964 وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى الحقيقة من الأسماء الكبيرة جدا في عالم الصحافة لكن دايما بنقول طرح للرموز أكيد كلهم يسبقوننا الحقيقة في الرحلة الأخيرة ولكن يبقى كل الأعمال مسجلة بأسماء رموزها ومن أبدع فيه هذه الأعمال سواء في الصحافة أو في الفن ترجمة نانسي قنقر